السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين على آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي في البداية يريد كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك واللي بيتابعنا الأول مرة يشترك معنا بالقناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة يتسألون يتهمسون يتحاورون إيه سر الخفاض الياقة البدنية للعيب نادي الزمالي مش بس الأهلوية لا دز ملكوية قبل الأهلوية على كل المنصات التلفزيونية والإلكترونية وعلى الراديو كمان قناة نادي الزمالي طارق يحيى بيقول إيه اللي حصل للعيبة دول كانوا زي اللحصنة خالد الغندور وسامي الشيشيني في الراديو حزم إمام وكبات في استوديو أون أيضا قناة نزمة طارق يحيى والكبات محمد صبري وجمال عبد الحميل إيه اللي حصل للعيبة السؤال يا طارة عاوزين نعرف هم محتاجين إجابة لهذه الأسئلة اللي طرحها الزمالكوية قبل الأهلوية إيه سر الخفاض الياقة البدنية دي يجا لعيب نادي الزمالك أمام الاتحاد السكنداني بعد الهجوم المسؤولت قبل كده ونوهت ونبهت المسؤولين عن الوسط الرياضي من أمن العقاب أساء الأدب وقلت ونوهت إن التمادي والتساهل مع بعض التجاوزات هيخلق نوع من أنواع التعصب ما بين الجماهير هتوصلنا لأزمة حصل التجاوز ده وشوفنا نتيجته في مباراة أسوان وزمالكوية عملوا إيه في الحكم محمد الحكم أمين عمر وشوفنا بعض الجماهير أسوان بسبب إثارة شكبالة للجماهير شاولهم هش وشوفنا اللي حصل يعني وبسبب كلام مرتضى منصور في الإعلام باستمرار جمهور الأسواني ده جزء من الشعب المصري ومكونين مصريين بعيدا عن الكرة برضو مش عاجبوا أن وجه الرياض المصري يكون بهذه الطريقة يعني أيضا هجوم مرتضى منصور بالأمس على محمد مصلحي وقال لك عمل لك فيديو والراجل هو الكلمة وهجب لك الراجل هو كلمة عبد الرحمن الشرقاء بصوته نور الشريف وبصوت عبدالله غيس وراجل ما هو إلا كلمة وانت رجعت في كلمتك والنسوان في الإسكندرية رجالة ويرجل وكلام من هذا القبيل اللي قاله مرتضى منصور أثار حفيزة وغضب بعض جماهير نادي الإتحاد الإسكندري اللي كانوا موجودين اليوم في مجرات الزمالك واللي انتقد ومش عايز أقول هاجمه يعني انتقدوا مرتضى منصور في المدرجات هنوصل لحد فين هنوصل لحد فين تاني ايضا فيما يخص اتحاد الكرة ورابطة الأندية والتمادي والاستطار من فريرة وغيابه عن المؤتمرات الصحفية اه بيكلف نادي الزمالك غرامات لكن بيطلع انها مرتضى مصور كلمت رابطة الأندية وأحمد دياب ورفعوا الغرامة على فريرة في سبيل التجاوص ومورات أسوان يعني احنا انا قلت الراجل ده احترم الناس في المكسب والخسارة لكن كسبان تقعد وتكلم وتنظر خسران تخلع من بره بره ونوقع الغرامة طب هل الغرامات ده بيتم تحصلها من نادي الزمالك انا اشك يعني اشك محمد صبر زي ما قلت لحضراتكم اتكلم وقال مبارات الزمالك واللي حد السكندري ماتش يتحملوا فريرة قلت لحضراتكم الكلام ده لا لا واحنا بنعلق على المباراة قلت مرتضى منصورة يخلي الناس في الاستوديو حجمه فريرة هو فريرة يستحق النغض طبعا انا قلت واحنا بنتكلم برضو بنعملين بث انه لعبة تلعب مش في مراكزها لكن قصة العملها هو مش بييده برضو الواحدة قصة العملها قصة الحشيش والمرتضى قاله وقصة المنشطات وضياب اللعبة تاني ومش عارف ايه سر ضيابهم يعني عن المباراة برضو بنسأل يعني ما خلي الاداء مش جايد لكن جمهاري زمالك بتنتقد مرتضى وتنتقد ابنه فمرتضى يخلي القناة تهاجم فريرة فالجمهور ينشغل بالدفاع عن فريرة بدل الهجوم على مرشغل شغل عالي بيحصل كل مرة زمالك بيحصل فيه اخفاء فبدأ محمد صبري وايضا جمال عبدالحميد طارق يحي يتكلمه عن فريرة اكفي اخطاء مكانش فيه روح في الملعب ما ينفعش فريق بينافس على بطولة واخده مرتين يبقى يخسر نقطتين بشكل متتالي من الدخلية ومن يخسر نقطتين في المباراة دي وياخد نقطتين من مباريتين الدخلية وعلى الادارة انها تدخل بسرعة جدا وتفهم من الراجل ايه الموضوع فريرة ايضا جمال عبدالحميد قالك الماتش ساق جدا وجمال عبدالحميد جابه المراضي بقى في الملعب والملعب وحش اوي يا خي انت اول مرة تلعبوا عليه هنقفل على نفسنا ونشوف الغلط فين وهندوي داوي يا مدوية كان فيه اغنية للفنانة الشهيرة اللي ما عرفش اسمها اسمها مدوية باين اتحاد الكرة شوف يسير اتحاد الكرة هذا الخبر طلع منسوبا الى لجنة او منظمة رفعة المنشطات المصرية انهم بعتوا فقط طب الاتحاد الكرة يبعتوا النادي الزمالك لخضوع الثنائي احمد فتوح عبدالله جمع عن النشطات خلال 72 ساعة هلو الكلام طلع علينا الاستاذ محمد ابو الوفاء عدو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري قالك ما وصلناش حاجة من لجنة المنشطات يعني هنتوه كده الموضوع هيتوه يعني وصل ولا ما وصلش طب على مال ما يوصل يكون عدينا شهر مثلا والمنشطات والكشف بتاع المنشطات او عينة ما بقاش لها اي تلاتين لازمة يعني قالك اتحاد الكرة لم يتلقى اي خطابات من المنظمة المصرية من كافة المنشطات بشان خضوع ثنائي زمالك احمد فتوح عبدالله جمع للاختبارات هنشوف اخرتها ايه البنك الاهلي بيوجه الشكر للكابتن حلمي طولان بعد مباراة اليوم امام نادي الداخلية اللي انتهت بالتعادل تلاتة تلاتة وتماشوا حلمي طولان عشان اتعادل من الداخلية لا للامانة النتائج المؤخرة مش مزبوطة مع نادي البنك الاهلي لكن مش قصة الداخلية مهزة مالك تعادل مع الداخلية ومشوش خريرة مثلا قالك قرارت لجمة الكرة برئاسة لواء الشر نصار تبجيه الشكر لحلم طولان المدير الفني لفريق البنك الاهلي وجهاز المعاون على ما قدموه خلال الفترة الماضية حيث اسندت مسندة المهمة الى امير عبدالعزيز ليتولى المسئولية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد مع السلامة يا كابتن حلمي فيما يخص كهرابة كل الامور بتقول ان كهرابة يشارك حتى الكابتن سيد عبدالحفيز قالك ماكف كهرابة قانوني من حيث المشاركة في المباريات لكن زيادة تأكيد منتظرين وصول خطاب رسمي من الفيفا بذلك هاني سعين انتفت بعد مباراة فيوتشار وقالك اللي حصل مباراة فيوتشار مش طبيعي الكل شاف اللي قدمه الحكم محمد معروف من ظلم فادح وقرارات غير صحيحة وفي مفاجأة بقى بيقولك ربما المباراة دي تتعاد هل هتتعاد ولا احنا مماشيينها اي حاجة ما اعتقدش انها تتعاد قالك محمد معروف يقود مباراة فيوتشار وبرمس مرة الثالثة على التوالي الحكم كان موجه ضد لعبة بيرمس طوال اللقاء ما حدث لا يمت الكرة القدم بصلة على الاطلاق ولا يمكن السكوت عليه مطلقا وقالك استمرار باتشيكو وتوالي اللقاءات مستوى بيرمس سيتطور بشكل مرحوظ وسيظهر الوجه الحقيقي بقى بلني يا اخ هاني طيب ايه سبب بقى اللي احنا بنخلينا نقول المباراة ممكن تتعاد او بيرمس طالب باعادة المباراة قالك بسبب ان الاخ محمد معروف طرب عبدالله السعيد واستقنف اللعب وعبدالله السعيد كان موجود في الملعب ايه المشكلة يعني ده هل المباراة يتعد لا طبعا كانوا عادوا يا صديقي مباراة نهائي كأس العالم ما بين فرنسا والارجنتين هدف الثالث اللي سجله ليونيل ميسي في مرمى فرنسا قبل تسجيله كان فيه اتنين لعبة نزلين ارض الملعب يا صديقي يعني فما تقفش عن حلقة السودة في الدول المصري ما تقفش عن الحاجات صالح جمعة يعتذر بعد غيابه عن تدريبات الاسماعيلي وبيوعي الجماهير الاسماعيلي بالقتال في الفترة المقبلة لإسعادهم جماهير الاسماعيلي هتلاقيها منين ولا منين اللعب الارجنتيني اللي كان جايبه يحيى الكومي كسب القضية الخمسة في المية هتدفعوا هتدفعوا مروا نعطيها في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الاهلي قال لك فضلت الانتقال إلى النادي الاهلي لتحقيق حلم الطفولة وكبع طبعا فيه صور ليه تنشرت وقع صغير بتشيرت النادي الاهلي قال لك رفضت عروض مغرية ماديا من أجل النادي الاهلي والاهلي قادر على استعادة درع الدوري قال لك وحضرت مباراة النادي الاهلي وقتلتك ومدريد من المدرجات وكنت بحلم دايما بارتداء تشيرت النادي الاهلي وقال لك لن أنسى هدف محمد أبو تريكا في 2006 في مرمى نادي الصفاقسي التونسي كل التوفيق للنادي الاهلي بكرا ان شاء الله دعوتكم بإذن الله نفوز على النادي المصري وانا اعتلي صدارة الدوري بفارق ست نقاط عن فيوتشار وسبع نقاط عن نادي الزماني في النهاية شكرا على الحسن وتردت حضراتكم وانتم في امان الله ورعايته استغفرك ربي وأتوب ليك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحقيق القيوم وأتوب ليك السلام عليكم